ما يوضيء القمر المكتمل والساطة في سماء مصر إذانا بمهرجان آخر في منتصف الخريف تجري مسابقة إلقاء الشعر الصيني على قدم وساق في القاهرة حيث يجتمع المتنافسون من الجامعات المحلية في المركز الثقافي الصيني وينجلون القساءة الصينية الجميلة أتخيل كيف قرأ السوشي قصيدته نظر إلى القمر وشاق لأخيه يغمره وكان حزنا جدا وثاملا كانت تعركاته غير مستقرة لهذا السبب اخترت أداء شو وتظاهر بأنني كنت في حالة سكر بعد أن تعلمت اللغة الصينية منذ المدرسة الإعدادية ترى نشوى تجربتها هذه كرحلة إلى أرض بعيدة وكذلك إلى ذاتها الأخرى اللغة هي مفتاح إلى الصين كما أسرت عجابي العلوم والثقافة وتاريخ الصيني بشدة الآن أنا الصينية مصرية أنا عبارة عن جسر بين البلدين يمكنني تقديم الثقافة المصرية للشعب الصيني وأريد أيضا أن أدرس وأتعلم المزيد عن العلوم الصينية بالإضافة إلى الشعر كان الغناء والرقص حاضرين أيضا خلال الاحتفاث حيث تميزت نيرا تارق برقصة مع أصدقائها على أنغام الأغنية الرئيسية لدراما تلفزيونية صينية شهيرة عديد من التلاب في مصر يتعلمون لغة الصينية لذلك بدأت في تعلم لغة الصينية إنني أتطلع حقا إلى مزيد من هذه أنشطة أنا في الواقع أستمع إلى كثير من الأغاني الصينية وأشاهد كثير من الدراما التلفزيونية الصينية إنها مثيرة جدا لإهتمام كما تم تحويل الأبيات الشعرية الصينية إلى أغاني بوب يغنيها الآن الناس في جميع أنحاء العالم أصوات من مختلف مناحي الحياة يتردد سداها في أروقة المركز الثقافي بدأت التبادلات الثقافية بين الحكومتين الصينية والمصرية في وقت أبكر من العلاقات الدبلوماسية لكنني أعتقد أن التبادلات الشعبية هي مكمل لا غنى عنه للتبادلات الحكومية لأنها تقرب الناس العاديين يربط فن الشعر الخالد قلوب أمتين لألاف السنين ولمسافة تبلغ ألاف الأميال ترجمة نانسي قنقر